أعود مرة جديدة لمتابعة التطورات فيما يتعلق بحادثة الحمدانية في محافظة نينوى في العراق ومن مستشفى أربيلي ينضم إلينا مراسل حدث أحمد الحمداني أحمد أهلا بك أنت موجود في المستشفى الذي يستقبل العداد الكبير من المصابين وأيضا ربما الوفيات جراء هذه الحادثة ما هي المشاهدات لديك؟ طبعا قبل المشاهدات هناك تصريح من وزير صحة تقليل كردستان دكتور سامان البرزانشي قبل قليل قال للحدث أن 67 حالة وصلت من قاعة الحمدانية وحادث الحمداني إلى هذا المستشفى وأيضا مستشفى دوهوك بمعنى بواقع 40 حالة هنا استقبلتها مستشفى طوارئ أربيل وما توقع استقبلتها مستشفيات محافظة دوهوك وأن هناك عدة حالات حرجة تم ترقيهم العلاج اللازم الأولي ومن ثم حولوا إلى مستشفيات تخصصية في إربيل وطبعا أيضا أعلن الوزير الصحة عن وفاة اثنين من المصابين أحدهم الطفل والثاني امرأة وكانت الوفاة على ما يبدو حسب الوزير بمستشفيات محافظة دوهوك طبعا هناك أيضا حالات حرجة ربعا في هذه المستشفى نسبة الإصابات أو نسبة الحرق بحسب الأطباء تفوق 80% ما ينظر بالحالة الحرجة جدا التي يمر بها خمسة حالات بحسب مصادر طبية داخل إذن للإشارة أحمد مستشفى أربيل يستقبل 40 حالة على وجه التحديد خمس حالات حرجة من بين الأربعين وتجري الحروق ربما أكثر من 80% كيف هي التجهيزات الطبية وعمل الكوادر الطبية هل كلها متوفرة أم مثلا الأفضل نقلهم إلى مشفى آخر التجهيزات الطبية لم يتحدث بها الوزير فقط قال أن هناك استعدادات واستنفار طبي كامل وكبير وطبعا في هذه المستشفيات ويبدو أنهم قد استنفروا جميع كل طاقاتهم سواء كان على صعيد الأدوية أو على صعيد الكادر الطبي وحتى على صعيد اللوجستك اللوجستك هو سيارات الإسعاف التي تنقل من شرق الموصل القضاء الحمدانية إلى مناطق أربيل وطبعا أيضا هناك نتوقع أن تصل 15 حالة إلى هذا المستشفى بعد قليل كون أن أكثر من 10 إسعافات قد حملت قد حملت أو كان فيها أو 15 إسعاف حسب معلوماتنا قد نقلت أو نقلت فيها عدد من المصابين يعني يتم نقلهم من مشافي أخرى؟ من مشافي الموصل إلى مشافي إربيل ويتلقون العلاج هنا طبعا هي ليست المرة الأولى التي تستنفر فيها صحة كردستان كل طاقاتها لحادث داخل خارج مناطقها سواء كان في أربيل أو بغداد وطبعا أيضا هي لا يفوتنا أن أذكر هي أيضا تراهن على التنسيق العالمة بينهم وبين بغداد في موضوع الأدوية والتجزاء الطبية التي من المفترض أن تجهزها بغداد إلا أن بحسب معلوماتنا ووفق معلوماتنا أن وزارة صحة بغداد لم تتواصل حتى الآن مع صحة تقنيم كردستان في موضوع أن تجهزهم بمواد طبية وأدوية وعلاجات إلى المستشفيات بالتالي فإن كردستان ربما تنتظر تنسيق ودعم من وزارة صحة بغداد كون أن بوفق الدستور ووفق البروتوكول الطبي ما بين الطرفين بغداد ومهربيل فإن بغداد هي المعنية بأن تجهز مستشفيات أربيل بالمواد الطبية إلا أن أربيل عادة ما تعتمد على أنفسها في هذه نعم أحمد إذا كان هناك أي تصريحات مثلا أو مشاهدات من أهالي المصابين في هذا المستشفى طبعا نحاول أن نتكلم مع المرافقين أو مع الذين ينتظرون هنا أو الذين يبحثون عن ذويهم هناك حالات طبعا ملفتة ربما أن هناك من يبحث عن أقاربهم ولم يجدوهم حتى اللحظة بمعنى أن هناك مفقودين على أقل تقدير مفقودين لدى أقاربهم بمعنى آخر أن ربما يكونونهم قد يتلقون علاج ونقل إلى مستشفيات لا يعرفون أقاربهم ولكن هذا ربما تفسير ولكن في أغلب الأحوال أن هناك من يبحث عن أقاربهم ويبحث عن أو ينتظر أكثر أمام أبواب المستشفى كون إجراءات كبيرة هل نتمكن من هناك من طبعا الأمور صعبة جدا على ما يبدو ليس من السهل أن يتحدثون لأنهم سدموا كثيرا قليل منهم يستطيع أن يتحدث القليل منهم يستطيع أن يشرح لكونه لم ينم منذ أمس وهو قلق على أقاربهم نعم وبتأكيد سنتبع قلق على حتى زوجاتهم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر